اشتركوا في القناة السلام عليكم وبركاته صلى الله عليه وسلم ابصروها تتعلمون قصة عامر العجلاني والذي جاء للنفس السلام قال رأيتم ان وجد الرجل رجلا مع امرأته ينتظر حتى يأتي اربعة فيقتلوا فتقتلونه او لا بد ان يأتي باربعة قال له البينة ابحدهم في ظهرك انا بس ابلغوني بما وصلتم اليه حتى ننظر ما عندكم محمد احسن الله رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به ادعج العينين عظيمة الاليتين فلا اراه الا قد صدق وان جاءت به احيمر كأنه وحره نعم كالوزغة تقع في الطعام او كدويبة لها حمره فلا اراه الا كان كذبا قال فجاءت به على النعط المكروه وفي رواية قال فكان يدعى الولد لامه لان الولد للفراش والعهر الحجر في رواية قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعاني أبدا ثم لا يجتمعاني أبدا هذا نفس مهم جدا عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليكم ورزاكم الله خيرا أعتزل عن أي تقصير وقع مني فسامحوني طيب هنا هذه المسألة مسألة من الأهمية بالمكان فيها ثلاث مسألة المسألة الأولى عند تعرض القرينة مع البيناة والمسألة الثانية بأن اللعان فرق بذاته أم يحتاج إلى الطلاق المسألة الثالثة إذا أكذب الملاعن نفسهم إذا كذب نفسهم فهل هو بهذا يعني له حق الرجوع له حق أن يرجع لها أم لا هذه مسألة ثلاثة في هذا الحديث المهم جدا المسألة الأولى وهي مسألة القرينة إذا خالفت البيناة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها إن جاءت به أدعج العينين يعني شديد سواد العين شديد براضها براضها قلنا هذا الحديث في مسألة ثلاثة المسألة الأولى إذا خالفت القرينة البيناة فتقديموا البيناة على القرينة وهذا يأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين يعني السواد السواد العين شديد براض عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق فهنا هذه هذه تعتبر قرينة كالكشف الذي يكشفونه بالدين ما اسمه هذا هذا يعتبر قرينة من قرائن ليست بينا لكن البيناة هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر رجل الله عنك العمر أحسن الله عليه وللعاهر الحجر فإذا هنا عندنا البيناة البيناة كتاب الله جالي فعله بأن الله جالي فعله قال وأوحى إلى نبيه الولد للفراش وهو فراش ولا مئة أربعة شهود بما يقول فإذا الكتاب جاء بأنه اللعن في هذا الباب مخرج للرجل عندما تكون له بعض القرائن لكن البيناة تقدم على القرينة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال لما قالوا له جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين على نفس الوصف المكروه قال النبي لو لا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن لو لا كتاب الله لكان بيني وبينه شأن ولذلك بيني وبينها شأن ولذلك لم يكن يعني أن النبي السلام ما تعامل معها ولا أتى بها حتى ولا أراجعها حتى في الوصف ليش لأنه قدم الكتاب قدم البينة البينة تقدم القرينة لا تعمل مع البينة قال لو لا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن وهذا فيه إعمال للبينة فوق القرينة ولذلك القرينة لا يقوم بها حدود يعني مسألة البحث عن الدم وهذا الكلام لا يمكن أن يقوم بها حد ولا حتى يستيقن فيه مسألة الزنا وغيره لكن قد تكون قرينة توجب له اللعن قرينة توجب له اللعن وهو ينفي الولد عنه فقط هذا الذي يفعل بالضبط كذا تكون قرينة لينفي الولد عن نفسه فقط فلا يقوم بها حد ولا تتهم بالزنا ولا غير ذلك لكن تكون قرينة كما قلت أن ينفي الولد عن نفسه المسألة الأولى البيانة تقدم على القرينة المسألة الثانية وهي بأنه قال لها يعني كذبت عليها إن أبقيتها فطلق ثلاثة تطليقات هذه مسألة خلفية الجمهور يرون بأن اللعن ذاته فرقة يعني العن ذاته فرقة واللعان فسخ وليس طلاقا اللعان فسخ وهذا الفسخ فسخ أبدي لأنه نشوف الحديث قال فقادت فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمع أبدا فسخ مع تأبيد الفرقة فسخ مع تأبيد الفرقة هذا قول مالك الشفاء وأحمد وأبو حنيفة قال هو طلاق قال هو طلاق وقال وقال إن أجذب نفسه له أن يردها وقال محمد الحسن الشيباني قال المتلاعن إن أجذب نفسه وقال لا إن هو كاذب له أن يردها زوجة له أن يردها زوجة وهذا صراحة مخالف لظاهر الحديث فظاهر الحديث قال ثم لا يجتمعان أبدا ولو كان هناك سمت تفصيل لفصله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهنا لما فهم الراوي قال فمضت السنة يا سنة من يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن اللعن أبدا على أن اللعان على أن اللعان فرق بذاته فإن كان اللعان فرق بذاته على التأبيد فهو فرقة بذاته على التأبيد يعني ليس له عليها سبيل والكلام على أنه طلق بأنه طلق سلسل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه هو الذي بادرها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال طلقها هو الذي بادر بذلك بادر وطلق سلسل حتى يقول أنا صادق حتى يقول أنا صادق رضي الله عنك أستاذ أيها المغربية حتى يقول أنا صادق فطلقها سلسل دون أن يقول له وما كان يعلم بأن بأن اللعان فسخ بل وعلى التأبيد اللعان فسخ وعلى التأبيد فلا يجوز له أن يعود لها مرة ثانية بحل من الأحوال حتى لو أجذب نفسه فلو أجذب نفسه فليس له أن يعود لها لأن الفرقة على التأبيد وهذا قاله مالك والشفعي وأحمد وقاله الأوزاعي والثوري وإسحاق بن رهوي لعموم النص ولا يجي تمعان أبدا وقال في ذلك الحنفية محمد الحسن قال إذا أجذب نفسه بعد العان قد ارتفع تحريم العقد وكان للزوج نكاح وهذا خطأ مبين الأدلة قاضية بالتحريم المؤبد وكيف أحل له أن أرجع لها كيف والحق أن اللعان فسخ ليس طلاقا فاللعان على قول جمهور أنا فسخ وليس طلاقا رضي الله عنك المغربية طيب وأحبك الله أحبتنا فيه ربنا أجمع بنا في الجنة جميعا ربنا جعلنا تحبب في الله إخلاص الواجه لله الكريم اللهم أمين الله أمين وهذا حديث سكت عنه منذري وهو حديث صحيح الفوائد المصنبطة العمل بالقرائن عند عدم وجود البينة فإن وجدت البينة فلا قرين يعمل بها الفرق على التأبيد موجب اللعان الفرق على التأبيد عظم الستر عند الله شوف الله جعله جعل اللعان هنا للستر للستر حتى لا يكون هناك فضيحة لأحد شوف سبحانه رب العالمين هذا أحب إلى الله جعله للستر نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر